في الفيديو السابق تعلمنا الصياغ تعلمنا صياغ للفترة وتردد المرصود من المراقب الجالس فيما صار المصدر إذن المصدر يتحرك باتجاه المراقب حسنا هذا مثال حيث القطار يتحرك باتجاهك وأنت تلاحظ صفارة القطار وهو يقترب بدرجة وتردد عال وكنا قدرين على عمل ذلك من خلال تجربة فكرية حسنا الجسم يبدأ من هنا بعد فترة واحدة الفترة هي مقياس للزمن لكنه مقياس للزمن الذي يقوم به مصدر عندما يبعث دورة كاملا إذن هو يصدر دورة كاملة كل فترة لكن بعد دورة واحدة نقول أين هي الموجة الأولى أو النبضة الأولية وأين المصدر لأنه هناك فترة واحدة بالضبط مرة والمصدر سوف يكون مستعداً لإصدار موجة أو دورة أخرى لذا المسافة بين المصدر ومقدمة الموجة أو الدورة الأولى ستكون تلك هي طول الموجة لأن ذلك الشيء التالي الذي ينبحث سوف يتحرك بنفس السرعة وسوف تكون منفصلة عن تلك المسافة التي شاهدناها في هذه العبارة قلنا ما هي المدة اللازمة لقطع تلك المسافة حسناً إنها تسير بسرعة فرعية هذا سيعطينا ما هي الفترة المرصودة واللازمة لهذا الشخص هنا نحسبها بعد ذلك التردد المرصود هو عكس ذلك أو مقلوبه لنفكر في الوضعية حيث المراقب هو هنا لذا هذه المعادلات أو هذه الصياغ التي توصلنا إليها هنا المشاهد أو المراقب لنقول المصدر يجتاز أو يسافر بهذا الاتجاه لنقول أن المصدر يجتاز أو يسافر بهذا الاتجاه يسافر بهذا الاتجاه الآن لنفكر في الحالة المعاكسة التي يكون فيها المصدر مسافراً بعيداً عن المراقب وفي هذه الحالة يكون فيها المراقب هو هذا الشخص هنا سأستخدم لوناً آخر إذن هذا هو المراقب إذن عندما بدأنا كان المصدر هنا بعد فترة واحدة بالضابط من وجهة نظر المصدر إن ذروته الأولى المنبعثة بشكل كطري للخارج لهذا الحد هذه هي المسافة سرعة الموجة ضرب مدة الزمن الزمن المقطوع السرعة في الزمن يعطينا المسافة حيث مصدر الموجة سيقطع سيقطع هذه المسافة بالضبط نحو اليمين وهذه المسافة تساوي سرعته ضرب الزمن المقطوع الآن في الفيديو السابق قلنا أن الموجة تجتاز هذا الشخص كم من الوقت ستستغرق النبضة المنبعثة حتى تصل إلى هنا وهكذا ما هي الفترة بين كل نبضتين أو بين كل ذروتين الآن نفكر في نفس الوضعية أول ذروت تجتاز هذا الشخص والفترة تي اس وهي الفترة اللازمة لإنبعاث الموجة والتي مرت من هنا هذه موجة أخرى ستكون هنا حسنا ما هي المسافة بين كل موجة أو كل ذروة أو دورة أو كيفما تفكر بها نبضة التي تجتازه هنا ما هي المسافة بين تلك النبضة وتلك النبضة الحافة الأمامية للنبضة التي انبعثت للتو في هذه اللحظة حسنا ستكون بهذا القطر وهي قيمة وهي قيمة VW ضرب الفترة وهي V السرعة وهي تلك المسافة بالإضافة للمسافة التي قطعها المصدر بعيدا عن الشخص إذن زائد VW ضرب الفترة هي هذه المسافة وهذا هو البعد لنبضة الموجة أو هذه الذروة التي ستكون لها حسنا إذا كان يرى الموجة الأولى الآن في هذه اللحظة كم من الوقت يحتاج لرؤية الموجة التي انبعثت الآن والتي تبعد عنه بهذا القدر حسنا هي في هذا البعد عنه إذن لنكتبها هنا حسنا الوقت المستغلق ليرى الموجة التالية T أو نفس النقطة للدورة التالية هذه هي الفترة وهذه هي الفترة المرصودة ستساوي هذه المسافة سرعة الموجة ضرب الفترة فترة المصدر المنظور زائد سرعة المصدر لأن المصدر ابتحد بهذا القدر عن الشخص السرعة للمصدر ضرب الفترة للمصدر إذن هذا هو بعد الموجة التالية ثم نقسمها على سرعة الموجة على سرعة كل موجة منهما وهي نفسها سرعة الموجة ويمكننا أخذ TS كعامل مشترك هنا وهذه هي TS مضربة في VW سرعة الموجة زائد سرعة المصدر سرعة المصدر تقسيم سرعة الموجة إذن هذه يستكون فترة تم لاحظته بشكل أكبر من هذا الشخص الذي كان ثابتاً خاصاً إذا كان المراقبة في هذا المصدر هذا منطقياً لأنه في كل مرة هذا المصدر يصدر الدورة ويكون فيها قد ابتعدى بشكل أكبر لذا كل قمة لها نفس النقطة في الدورة ستكون أبعد وأبعد عن بعضها البعض فستكون موجات أطول وإذا أردنا التردد المرصود للشخص هذا هناك سأستخدم نفس اللون التردد المرصود Frequency للشخص حيث المصدر يسير بعيداً عنه هو عملياً مقلوب أو معكوس معكوس هذه الفترة إذن التي قمنا بها هناك إذن المصدر وهو التردد للمصدر لنرمز له بهذا الرمز إذن واحد على TS يساوي تردد المصدر وهذا هو مقلوب ذلك إذن سنأخذ واحد على كل شيء واحد على TS ثم نأخذ مقلوب هذا هنا سرعة الموجة مقصومة على سرعة الموجة زائد سرعة المصدر حسناً انتهينا على الأقل بالنسبة للحالات البسيطة واضح لقد أصبحت مثيرة عندما يكون الشخص ليس بالضبط باتجاه المصدر أو يبتعد عنه بشكل ما لكن هذين نوعين من الحالات الكسوى أو المتطرفة إذن هذا هو الوضع عندما يتحرك بعيداً عندما يتحرك البنصدر بعيداً عنك الآن لنفحص الحسابات لنجعله نوعاً ما مترابطاً فيما يتعلق في الفيديو الذي طرحناه طرحنا فيه فكرة تأثير دوبلر لنطبق الأرقام إذن في الفيديوهات السابقة كان لدينا حالة كانت فيه سرعة المطر تساوي 5 متر في ثانية باتجاه اليمين وسرعة الموجة هي 10 متر في ثانية وتسير نحو القطر نحو الخارج وفترة الموجة سأسميها فترتنا دعوني أغير اللون من جهة المصدر كانت ثانية لكل دورة والتردد كان مقلوب ذلك إذن دورة واحدة لكل ثانية أو واحد هيرتز وهي دورة لكل ثانية إذن دعونا نستخدم الأرقام لنحصل على الإجابات التي حصلنا عليها بالفيديو السابق تعلمنا عن تأثير دوبلر إذن لنرى تردد من جهة هذا الشخص هنا حسناً سيكون تردد المصدر هو تردد المصدر هو دورة لكل ثانية أو واحد هيرتز سرعة الموجة هي 10 متر لكل ثانية لنكتب هذا دورة لكل ثانية سرعة الموجة هي 10 متر لكل ثانية حسناً سرعة الموجة 10 متر لكل ثانية ناقص ناقص سرعة المصدر وهي 5 متر لكل ثانية ماذا سيساوي هذا؟ التردد المرصود لهذا الشخص هنا سيكون دورة لكل ثانية سيكون دورة لكل ثانية ضرب 10 تقسيم تقسيم 10 ناقص 5 وهي 5 ويمكن حذف المتر لكل ثانية متر لكل ثانية في المقام إذن نقسم 10 على 10 ناقص 5 وهي 10 تقسيم 5 إذن تساوي دورتان في كل ثانية دورتان لكل ثانية وإذا أردنا الفترة المرصودة لهذا الشخص ستكون مقلوب ذلك أو نص ثانية لكل دورة وهذا بالضبط نفس نتيجة الفيديو السابق أو حتى هذا كان قبل فيديوهين والآن ماذا عن شخص الذي يبتعد عنه هذا الشخص؟ حسنا سنقوم بنفس الشيء عندنا دورة لكل ثانية أو 1 هرتز هذا هو التردد المنبعث من جهة المصدر ضرب سرعة الموجة ضرب سرعة الموجة وهي تساوي 10 متر تقسيم سرعة الموجة زائد سرعة المصدر وهي 10 زائد 5 لأنه يبتعد عنه وليس العكس إذن 10 على 10 زائد 5 وهذا هو 10 على 15 وهذا يساوي 2 على 3 الوحدات تلغى وهذا كان 2 على 3 دورة لكل ثانية وهذا يتوافق مع ما حصلنا عليه في الفيديو السابق من المفروض أن يكون هذا منطقيا أيضا هذا الشخص سيرى الموجة أكثر ترددا سيلاحظ تردد أعلى إذا كان ذلك صوتا فإن هذا الشخص بما أن الدورة تنتشر بعيدا سيراهم إذن بتردد أقل سيلاحظ تردد أقل سيلاحظ تردد أقل سيلاحظ تردد أقل